مرحبا بكم هذا توم إذا عرفت قيمة التوم وفائدة التوم في محاربة الحشرات والنمل والفطريات وأمراض النبات التي تسبب مشاكل كثيرة لكل نباتاتنا بدون استثناء نباتات داخلية وخارجية وأشجار وشجيرات وغيرها فلن تتخلى أبدا عن هذا المبيض الحشري والفطري الطبيعي والفعال بما أنك ضغطت ودخلت للفيديو فأكيد أنك تعاني من مشاكل مع النبات وأبشرك أنت في المكان الصحيح وأعيدك أنك ستستفيد من هذه الحلقة أنتم تشاهدون بذرة وأنا أخوكم توفيق أول خطوة هي أن تذهب للمتجر وتشتري رأس ثوم الثوم يوجد أيضا على شكل مسحوق كما تشاهدون ويوجد أيضا في الأسواق على شكل حبيبات مثل هذه لكن أنصحكم باستعمال الثوم الطبيعي نمر مباشرة لطريقة الاستعمال نأخذ رأس الثوم نزيل من الفصوص القشرة الخارجية ونهرس فصوص الثوم ونضيفها في هذا الوعاء الزجاجي نضيف الآن للثوم لتر واحد من الماء يمكنك وضع هذه المقونات في الخلاط وطحمها نترك هذا الخليط لمدة 24 ساعة حتى يتجانس الثوم مع الماء ويطلق مركبات الكبريت النفادة وكلما طالت مدة النقع كان مفعول هذا الخليط أقوى بالنسبة لمن أراد استعمال بودرة الثوم فالمعدل هو ملعقة كبيرة مع لتر ماء الآن مرت 24 ساعة على نقع الثوم في الماء سنصفي الخليط باستعمال المصفات لإزالة قطاع الثوم نضع المحلوم في البخاخ وسنرى طريقة معدل الاستعمال لكن قبل ذلك سنقف وقفة مهمة هنا هذا الخليط صنعناه من التوم وقلنا أن التوم به مركبات الكبريت المعروفة بطردها للحشرات والنمل وبه أيضا خصائص مضد للجراتيم والفطرية ويطرد القواقع والحلزون من النبات جيد ماذا نفعل لو أردنا تقوية هذا المبيض لنتخلص كذلك من المن والذباب البيضاء والبق الدقيقي الحل سهل نضيف فقط قطرة واحدة من صابون غسل الأواني لهذا المحلول طبعا إذا توفر لديك صابون خاص بالنباتات مثل هذا استعمل أما إذا لم يتوفر عندك استعمل فقط صابون غسل الأواني لأنه يجفف الطلاء الشمعي للحشرات الرخوة كما تشاهدون نستعمل هذا المبيض رشا للأوراق هذا النبات غير مصاب الحمد لله لذلك استعمل الآن هذا المبيض كإجراء وقائي مرة كل خمسة عشر يوما لنتجنب أي مشاكل حشرية أو فطرية للنبات أما إذا كانت نباتاتك مصابة بالمن والحشرات أو أي آفة زراعية أخرى استعمله مرة كل خمسة أيام حتى نقضي على اليرقات أيضا هذا المحلول يمكنك الاحتفاظ به وتخزينه في الثلاجة فقط لمدة أسبوع وسترى مدى فعاليته وقوتي نركز أكثر أسفل الورق لأنه المكان المفضل لاختباء الحشرات ملحوظة مهمة جدا هناك بعض أنواع النباتات بشرة ورقتها إن صح التعبير تكون حساسة هنا لا نستعمل مباشرة هذا المبيد بل نرش فقط على ورقة واحدة ننتظر 12 ساعة إذا لاحظت عدم وجود أي مشكلة كاحتراق الورقة مثلا يمكنك التوكل على الله واستعمال هذا المبيد لنبتتك بدون خوف وأصلا ومن خلال تجاربنا المتواضعة فنادرا ما يحدث مشكلة نتيجة استعمال هذا المبيد المجاني الفعال والعنصر الرئيسي كما ذكرنا هو الثوم وكلما أضفنا إليه مكونات أخرى كالصابون وكذلك الفلفل الحار أصبح هذا المحلول أقوى وأكثر فعالية بفعل مركبات الكبريت وبفعل الرائحة النفاذة وبفعل الحرارة كل هذا أخي الكريم أختي الكريمة كل هذا كافي لترد الحشرات المزعجة وقل وذاعا للدبابة البيضاء والعناكب الحمراء والمن وصانعات الأنفاق والبق الدقيقي والنمل وغيرها الكثير واحذر من عدم دخول هذا المحلول لعينيك أو فمك أو أنفك لأنه يكون حار وحارق حاول الرش مساء فقط بعد غروب الشمس تجنبا لحرق الأوراق وأيضا لأن الحشرات تكون أكثر نشاطا في المساء وفي الليل بلا شك لاحظتم أني ركز في الحلقات الأخيرة على المبيدات الطبيعية لأنني لاحظت ارتفاع أثمنة المبيدات والأسمد الكيميائية لذلك وكما أفكر فيكم متابعين الكرام ساعدوني أنا أيضا ودعموني والأمر السهل فقط ضع إعجاب للفيديو وأترك تعليق وسائق وشارك هذه الحلقة مع أصدقائك في باقي مواقع التواصل الاجتماعي سؤال حلقة الدولة عربية تحتل دائما المراكز المتقدمة عالميا في إنتاج الثوم ما هو هذا البلد العربي أترك لنا الجواب في تعليق أخوكم توفيق يحييكم وإلى اللقاء